اشتركوا في القناة انا ما انصح اي شخص ينزل النسخة التجريبية لكن بعض الشخص يقولك اوكي انا منزلها لكن عندي سؤال هل اذا انزلت النسخة الرسمية هل راح تنزل عندي ولا كيف ولا لازم افاطمة الجهاز راح اعلمكم احن كيف الطريقة وراح اعلمكم ان الجواب اي ولأ يعني فكبداية خلنا نخش العددات نروح عام نروح حاول نشوف النسخة التجريبية شوف النسخة التجريبية اللي عندي حين والكل اللي حين موجودة يكون في نهايات حرف ال F او ال A او ال B او ال C او ال D اي حرف النهاية النسخ الرسمية ما راح يكون فيها حرف النهاية فكلما يقرب الحرف الى ال A فعرف ان هذه النسخة قربك الحق الرسمية يعني اذا راحت يعني كنت منزل نسخة تجريبية وراح الحرف النهاية ما في حرف عرف اللي عندك انت اسمها النسخة ال Gold النسخة الماستر النسخة النهائية هذي اللي راح تنزل حق الكل فمثلا انا حين على iOS 14 طيب قبل ما تنزل النسخة الرسمية مثلا في شهر تسعة مثلا يعني صار مثلا يوم عشرين تسعة راح تنزل نسخة الرسمية لكن قبل نزلت نسخة ثانية سمتها 14.0.1 للبيتا وانا حدثتها فاذا حدثت انا 14.0.2 للبيتا وبعدها بيومين ثلاثة نزلت 14 حق الكل ما راح تنزل عندي ليش لانا انا تقدمت انا صرت حين ال iOS 14.0.2 ما راح تنزل عندي 14.0 ذي اذا انت قدمت برقم ما راح تنزل عندك لكن اذا ما تقدمت اذا قبل ما صود الحركة يعني مثلا وتميت على 14 وفي النهاية تم عندي حرف النهاية مش رقم ونزلت للكل فيجي لي التحريط وحدث عليه لكن لا اذا قربت حق الكل يعني مثلا بقي يومين تنزل الكل وقبل نزلت نسخة اللي هي 14.0 وحدثتها وصارت بدون حرف النهاية فاعرف ان النسخة اللي نزلتها الآن اللي بدون حرف هذه هي النسخة اللي بتنزل للكل انت قردي نزلت عندك فاذا انزلت عندك نسخة بدون حرف النهاية او اذا انزلت عندك نسخة 14.0.2 او شي قدام وتعرف ان بيتا لا تحدث لها وقف خشل على ذات واروح لحق البروفايل واحدث بالترائي حقك اللي هو البيتا هذا حذفه من الجهاز حقك عشان ما ينزل الافضل مش مش الان ان الان فيها مشاكل لكن اذا قرب للنسخة النهائية فمثل ما قلت لكم يعيدها لكم بس بشكل افضل انه اذا نزلت النسخة النسخة النهائية اللي بدون حرف خلص خلك عليها وحذف البروفايل بعدها بشهر اغل من شهر مثلا اذا نزلت 14.0.1 او 14.1 غير الرقم اللي يكون عندك موجود رح تنزل عندك نسخة التحريدات اتحدثها لكن مثل ما قلت لكم اذا كنت على حرف مثلا وصلت الحرف البي وشوفت معنا فيه مشاكل وحذفت البروفايل خلاص ابلو اذا نزلت الحق الكل رح تنزل عندك تلقائي فهذا هي المهم انه اهمش على الحرف النهاية اذا حدف ولا ما حدف وعلى الرقم اللي عندك انت فلا تتوقع انك انت انت نزلت يعني تجيني بعدين بعد شهر ولشهرين نزلت للكل 14.0 وانت مثلا اذا قبل نزلت 14.0.1 ويتجي تقولي اوه 14.0 ما نزلت عندي خيش العددات عندك تشوف عندك مثلا 14.0.2 يقولك ايه ما رح تنزل عندك انت واصل لنسخة الاحدث 14.0.1 احدث من 14.0 فما رح تنزلك 14.0 يعتبر هذا رجوع كيف رح ترجع لها وانت قردي قدام تقدام احدث البروفايل وانتظر نسخة لبعد 14.0.1 مثلا 14.0.2 14.1 شيء اللي قدام هذا كل شيء نقولكم اياه توقع تهمتوا كيف وهمتوا الطريقة ففي نهاية الفيديو تنسونا اشتراك في القناة ونشر المقطع ومالاك المقطع وتلقاتكم وانت اهمني ولا تنسوني في ضدعاكم وهذا حسابي سناقشات تشرفي اضافتكم ورجو اتمنى كل شخص جهازك شغال ما في شيء ما في مشاكل لا تحدث عشان لا تتوهج انت ما تشوف مشاكل في جهازك في مشاكل داخلية انت ما تدري عنها خراب في نسبة البطارية حرارة في الجهاز حراب في العتاد نفس الجهاز نفس الجهازك حتى لو تفرمت البطارية انت اذا اختربت من السوفتوير من حرارة من الداخل ما رح تعالجها بفورمات تحسنها بتحسين خفيف عشان ترجعها للنسخة للاصلية لكن ما رح ترجع طبيعية انت خلاص انت اهلكت البطارية السلام عليكم